ارحلوا من عدن نغمة عنصرية تعود من جديد أبطالها كالمعتاد ميليشي الانتقالي وضحاياها كالعادة مواطنون شماليون حيث شهدت عدن موجة ترحيل قسرية لباعة ومتجولين وعمال وموظفين وتجار وقد أكدت المشاهد المصورة حجم الانتهاكات العنيفة والاعتداءات الجسدية فضلا عن الفاظ النابية التي قامت بها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي طالت مواطنين بتهمة انتمائهم للمحافظات الشمالية وفق شهادات لمرحلين فإن عناصر الانتقال المدعومة من الإمارات حجزت المواطنين في هناجر كبيرة ثم وضعتهم في شاحنات صغيرة وتعرضوا لشتى أنواع الشتم والتهديد بالقتل والسحلة إذا ما فكروا بالعودة إلى عاصمتهم المفترضة عدن ثم تم نقلهم إلى منطقة بعد نقطة الحديد باتجاه طور الباحة ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تهجير مواطنين من عدن فقد شهدت المدينة في غسطس من العام 2019 موجة ثانية من الطرد العنصري حيث قامت وحدات من الحزام الأمني بإحراق بسطات وإغلاق محلات ومطاعم تابعة لمواطنين من محافظات شمالية وتم اقتيادهم آنذاك إلى مناطق مجهولة كانت موجة التهجير القسري لمواطنين شماليين قد بدأت في يونيو 2016 وتعود هذه المرة في ظل السيطرة الكلية على عدن من قبل ميليشيا الانتقال التابعة للإمارات وغياب واضح للحكومة الشرعية وهو ما يضع هذا التهجير القسري ضمن سياق التوظيف السياسي الذي لا علاقة له بسلوك عدن المدني القائم على التعايش والتعدد وقبول الآخر ترجمة نانسي قنقر